بسم الله الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش برضو كتبصوا في صندوق الوصف زي كل مرة. هتلاقوا القطعة الاصلية والقطعة المترجمة. حلوا القطعة الاصلية. ولو كلمات وقفت معاكم بصوا على الترجمة. بعد كده اسمع الفيديو عشان تشوف نفسك وتحلل صح ولا غلط. آآ القطعة دي بتتكلم عن ادفيرتايزنج وادفيرتايزنج الاعلان او عمل الاعلان او الاعلان يعني عن منتج معين. ادفيرتايزنج يعني الاعلان. آآ يعني الكلام ده يعني لقد اصبح الاعلان نشاطا متخصصا للغاية في العصر الحديث. يبقى ادفيرتايزنج الاعلان. الاعلان عن السلع يعني والبضائع. آآ دي العصر الحديث. في عالم الاعمال اليوم في عالم البزنس يعني اليوم العرض العادة بيكون اكبر من الطلب كلام ده معنى ايه بيقول لي هناك منافسة كبيرة بين مختلف الشركات المصنعة لنفس النوع من المنتجات لاقناع منافسة كبيرة بين الشركات لاقناع العملاء بشراء منتجهم الخاص يعني ايه كلمة معقوفة ايه معناها يذكر يبقى هم هم دايما دايما يذكرون عملاءهم بي طبعا نيم اسم وكواليتي جودة باسمه وجودة المنتج بتاعهم يفعلونا ذلك من خلال الاعلان الاعلان عن المنتج يبدأ بقى يعرض لك مزايا المنتج بتاعهم وفوايده وبيتميز عن الاخرين في ايه كده شغل الاعلانات ده بعد كده بيقول اللي اللي هو المصنع ها مانوفاكترر يلي هو المصنع او مصنع يعني اللي بينتج الحاجة ده يعلن يعلن بوستر دي ملصقات اللي هو الصور اللي متعلقة على الحيطة دي او البنارات وكده فهو بيعلن من خلال الصحف والملصقات طبعا يعني بتدل على المضارع فهو عادة مع فور يدفع ثمن يدفع فلوس يعني ليه ايه بقى للاغاني اللي تغنى طبعا الكلام ده بيعمل ايه بقى هو بيدفع مقابل غناء الاغاني عن منتجه يعني بيجيب ناس آآ تألف اغنية وواحد يغنيها وكده ويرقصه ويغنه وكده فبيدفع مقابل ده عن منتجه في البرامج الازاعية التجارية في البرامج الازاعية الايه التجارية هي بيعين بيوظف بيشغل عنده يعني يعين طبعا بقيعات بنات بياعة يعني بتبيع جاذبات جذابة يعني فهو بيعين آآ بنات شكلها حلو يعني اون وكده ها سامبولز ديت عينات عينات ويوزعه يعني يروح مثلا في السوبر ماركت الكبيرة وكده او في الاماكن العامة ويوزعه عينات من المنتج بتاعه ده يعني منه ايه دي بتعود على المنتج اللي الراجل عام او صاحب المصنع يعني هو بينظم مصابقات بجوائز يعمل مصابقات بجوائز للفائزين بيعمل كمان بيعلن في على شاشات السينما دي شاشات السينمات المحلية اهم بقى حاجة في الموضوع ده كده لديه اعلانات بتتحطي في البرامج البرامج طبعا زي البرامج التوكشو والبرامج اللي الناس بتحبها آآ كلما امكانها ذلك كلمة يعني كلما امكانها ذلك على قد ما يقدر يعني شوف البرامج بيها اللي الناس بتحبها ويعلم فيها بعد كده بقولي اللي هم المصنعون غالبا ينفكون يعني مبالغ يعني يعني مبالغ كبيرة من المال على الاعلانات يبقى المصنعون في الغالب يعني بينفقوا مبالغ كتيرة على الاعلانات نحن نشتري منتج معين نحن نشتري منتج معين لان انا نعتقد ذات ديزة بست انه الافضل من خلال برضو كالاعلان ويجلي نحن عادة نعتقد ذلك لان الاعلانات بتقول لنا كده يعني واحد يقول مسارة بتاع ده هي خليك مش عارفة بتاع اه ويديك طاقة وباور فتروح تشتريه اه بعض الناس اه لا يتوقفون ابدا ان هم يسألوا انفسهم اهه اذا كانت الاعلانات دي بتقول للحقيقة يعني ولا لأ يعني الناس خلاص بتصدق على طول ما بيقعدوش بقى مع نفسه بيقولوا يمكن بيشتغلونا مسلا او كده الترجمة كاملة هي للكطعة ترجمة هي بسيطة كده وسهلة اهي كل كلمة باللون بتاعها اهي وكالعادة برضوك حاول تترجم لوحدك حاول تترجم لوحدك وبعد كده تشوف نفسك بتاع الترجم ولا لأ طب قابلتني كلمة مش عارفة احفظها الكطعة دي فيها كم كلمة والكطعة دي كم كلمة تخيلوا بقى مع الكام الكبير من الكطعة هتلاقي نفسك بتعرف تتعامل ان شاء الله معها اه دي الكطعة هي اه دي الكطعة هي تمام دي طبعا هتحاولوا زي ما قلنا تحلوها لوحدك ومن غير ما ترجعوا لأي حاجة آآ سؤال هنا بيقول لي يعني في الاساس او اساسا او في الغالب ممكن ترجموا كده كل الترجمات دي صحيح يبقى نحن غالبا نشتري البضائع عشان عشان تم الاعلان عنها يعني احنا شوفنا الاعلان فاشترينا في الاساس بنعمل بنشتري البضائع اللي كده ولا بنحتاجها لأ بنحتاجها يعني انا مسلا مسلا محتاج اشتري مسلا جبنة خلاص بابدأ افاضل بقى بين الايه المنتجات المختلفة عايز اشتري مسلا كوتش فبشوف انا همحتاج خلاص اشتري عشان انا محتاج اجيب كوتش خلاص بس انا بابدأ ايه اشوف بقى المنتج ده والمنتج ده والمنتج ده الاعلان ده الاعلان ده يبقى الاول في الاساس ان انا محتاج الحاجة دي يبقى الاجابة ويبقى لأننا نحتاجها. آآ سؤال بعد كده النبر سيفنتين بيقول لي الضمير ايه ده? بيعود على ايه? نرجع للكطعة ونشوف بيعود على ايه. ايه بصوا كده ايه. فوق خالص ايه. نرجع بقى للجملة اللي قبلها. قاله هو بيعين اللي هو صاحب صاحب المصنع او صاحب المنتج بيعين آآ باقعات باقعات جذابات. شكلهم حلو زي ما قلنا. ليوزعوا عينات. عينات. منه يبقى ان المنتج اللي هو عامله. ها من المنتج اللي هو عامله. طيب هنا بيقول لي آآ من الاعلان. احنا قلنا منه من الاعلان. ولا مصنعه? ولا منتجه? واحد يقول لي ما اللي اتنين في هو. ننتكلم بس براها. منتج ده اسمه مفرد. بضاع اسم جامع. ايه دي ما بتعودش على اسم جامع. بتعود على اسم مفرد. نخلي بالنا من الحتة دي كويس. يبقى تاني ايه دي بتعود على اسم مفرد. من المفرد المنتج ولا البضائع? اكيد هيبقى المنتج. يبقى هز برودكت. هز برودكت. سؤال اللي بعد كده نمبر اتنين بيقول لي. افضل عنوان لهذه القطعة هو. اكتيفتي. اكتيفتي يعني نشاط متخصص. ده عنوان كده? ولا ادفرتايزنج الاعلان عن المنتج. لا الاعلان ادفرتايزنج. هم? الاعلان عن البضائع او السلعة. يبقى ده اسمه ادفرتايزنج. دي الاجابة الصحة. دي منافسة. ها? اللي هي المصانع او اصحاب المصانع. آآ يبقى اللي جابعة تبقى ادفرتايزنج. السؤال اللي بعد كده بقول لي وورد. انو كلمة انت باستش في القطعة اذي انت نيم. خلي بالكم بقى من انت نيم. انت نيم يعني عكس. يعني كلمة عكس. لوزرز. لوزرز دولة الخاصرون. في كلمة جات بقى في القطعة. بقول لي انت باستش في القطعة. عكس كلمة لوزرز الخاصرون. ها? اللي هي الفائزون? هم? لان برايزز جوائز وبروداكت منتج وكاستمر الزبون. عكس الخاصرون الفائز يبقى صلي بعد كده. بقول لي الكاتب كلمة دي عايز يوصل لنا. ينقل لنا يعني. يوصل لنا فكرة معينة كده. فالكاتب هنا عايز يوصل لنا مش كل الاعلانات بتكون ايه? موثوق فيها. حفظوا كلمة دي. موثوق فيها. مش كل الاعلانات بيكون موثوق فيها. ان جي في الاخر. ان قال ايه? ان الناس لا تتوقف لتسأل نفسها. عما ازا كانت هزي الاعلانات حقيقية ام لا. يبقى عايز يوصل لنا يعني مش كل اللي اعني مش تصدقش كل اللي اتقلق في الاعلانات. يبقى عايز احفظه كلمة مع مع يعني يوزع. يوزع. فهو عايز كلمة برضو تديني نفس المعنى. يعني تعني. ولا يوزع برضو. يبقى يعني يعني يحفظ ومنتين برضو نفس الكلام. يبقى اللي جابعة تبقى هي هي ايه نفس المعنى يعني بتاع يعني يوزع. بتساوي بعد كده بيقول لي يعني في رأيك الاعلانات كلمة تساير. في رأيك الاعلانات ينبغي ان تساير ايه? الثقافة. الثقافة بتاعت المجتمع يعني اه. عادات وتقاليد المجتمع يعني ما يعملوش اعلان خليع مسلا بتاع اللي يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع ولا دينهم الديانة بتاعته. ها? حاجة فيها الحاد حاجة فيها كده. كل ده طبعا غلط. الاجابة ان هي تمشي مع وكمان الدين يبقى ايه اللي جابعة تبقى دين. دي اللي هو كلهم على بعضهم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي زي المصنعون. المصنعون اصحاب المنتج يعني. اللي بينتق بيعلنوا يعني اللي بينزلوا الاعلانات بتاعتهم في الجرائد والملصقات وبيعملوا اغاني للمنتجات وبرامج اللي لها شعبية كده والافلام. الناس دي اسموهم ايه? يسمون ايه? الناس دي سمون ايه? اه طبعا مش هتنفع. اه كلمة بقى دي معناها متبرع او محسن. ها? شخص متبرع او شخص محسن. بيعمل خير. لا انتون مش بيعمل له خير. هو بيع مش بيعني ايه? يعني بيعمل خير. ده بقى اللي هو ايه? بيسموه الراعي الكفيل. يعني مثلا في مباراة لكرة القدم. يقول لك الراعي الرسمي للمباراة هو شركة كذا مسلا. يبقى ده اسمو سبونسورز. سبونسورز. فانزي دولة المشجعين. هم? يبقى لما يكون مسلا يقول لك الراعي رسمي لهذا البرنامج لهذا مثلا لهذه المباراة. يبقى دولة اسموهم سبونسورز الرعاة اللي هم اصحاب المنتج. هم? 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 هم اللي بيصرفوا يعني. هم اللي بيكفلوا البرنامج ده بيصرفوا عليه. في مقابل ان هم ينزلوا الاعلان بتاعهم مصموم سفونسور